لا يروي الفضاء لقصة من وحيها عبر حوت معناها كذا بها دين بينا ودسطرة قصص روائعها يشعر سناها قوبى لمن فهم المقاصد واستقام في قصتي هي للمكارم تنتقام أن الحياة تجارب ومواعظ والنيل في طلب السعادة بالتقاق ربها عبر الحياة مواعظا وافهم بها سبل السعادة والعظا وامرر على أثر لها متدبرا سنن الإله على حوامك من مضى تلك الشواهد لن تزال تذلنا إن ظلم طرق وضل دليلنا آياتها ولتتشغى فقلوبها كالنور يخترق السماء بلعنا بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من هذا البرنامج وأسأل الله أن يكون تواصلنا على طاعة الله عز وجل أهل قريش جاءوا إلى اليهود يسألونهم ماذا نفعل برجل يسمي نفسه نبيا ويدعي بأنه نبي وكانت قريش تعلم أن يهود أهل كتاب فجاءوا إليهم يستعينون بهم على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقالت اليهود سلوه عن ثلاثة أمور عن فتية ذهبوا في الدهر لا يدرى عنهم وعن رجل طواف في الأرض وعن الروح سلوه عن هذه الأسئلة الثلاث فجاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن هذا فقال أجيبكم غدا جاءوا في الغد إليه فلم يوحى إلى رسول الله فقالوا له أين الإجابة؟ قال أجيبكم غدا جاءوا في الغد ولم ينزل وحي على رسول الله في اليوم الثالث لم ينزل وحي على رسول الله ظل على هذه أيام أصابه الهم وبدأ المشركون الآن يكثرون من تشكيكهم في رسول الله وبدأ الذين أسلموا يصيبهم الهم والحزن كيف لا يجيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأسئلة حتى أنزل الله عز وجل على نبينا يقول له وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ يعني لا تقول أجيبكم غدا إلا وتقول إن شاء الله استثني فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أجيبكم غدا نزلت الإجابة أما الفتية الذين ذهبوا في الدهر فهم فتية آمنوا بربهم أناس شباب يقولون كانوا من أبناء الملوك في ذلك الزمن أبناء الملوك والقرية كانت كافرة بالله جل وعلا كانوا يعبدون الأصنام والكواكب وغير الله جل وعلا أما أولئك الفتية فقد وقر في قلوبهم حب الله عز وجل والإيمان بالله جل وعلا وحده لكن الغريب لم يكن أحد من الفتية يعرف شيئا عن الآخر كل واحد كتم إيمان في نفسه لكنهم شباب صغار والشاب إذا آمن بالله تعتمد الأمة عليه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى في يوم من الأيام كانت القرية على موعد في يوم عيد تقديم القربان والآلهة للأصنام وللمعبودات من دون الله جل وعلا طلبوا من الفتية أن يكونوا معهم فاعتذر كل واحد منهم لا أريد كل واحد أعطاهم عذر حتى لا يخرج معهم خرج الفتية من قصورهم كل واحد خرج من قصرة وذهبوا إلى مكان في ظل أشجار كل واحد استند إلى ظل شجرة إلى جدع شجرة هذا جلس وهذا جلس يعرفون بعضهم أبناء ملوك لكنهم كل واحد أخفى في قلبه الأمر عن الآخر فجأة قام واحد منهم قال أيها الناس يا قوم يا أخوتي تعلمون أن ما يفعله قومنا شطط وضلال وليس بحق وأن الله عز وجل الذي خلقنا وخلق الكون هو المستحق للعبادة وحده نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وَزِدْنَاهُمْ هُدَى الله يقول فتية ما كانوا كبار صدار في السن لكن القلوب حية لكن العقل لكنه الفطرة السليمة إنهم فتية آمنوا بربهم وَزِدْنَاهُمْ هُدَى ماذا فعل ابن عباس الفتاة لهذه الأمة ماذا فعل عبد الله بن عمر الفتاة لهذه الأمة ماذا فعل ابن أبي وقاص الفتاة لهذه الأمة فتية فتية الصحابة ماذا فعلوا لهذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حملوا هذا الدين على أعناقهم وأكتافهم فتية لكنهم آمنوا بربهم وَزِدْنَاهُمْ هُدَى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا قام أولهم فقام الثاني يؤيده قام الثالث معه قام الرابع معه ما الذي جمعهم في هذا المكان الواحد أرواحهم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف أرواحهم كأنها تجمعت فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بي شوف كلامهم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ما أعظم هذا الكلام وما أجمله من شباب موحي إليهم وما أرسلوا وما أنزل عليهم كتاب لكنها الفطر السليمة والعقل السليم تركوا قصورهم تركوا خدمهم تركوا أموالهم تركوا مناصبهم ما يبون شيء قال أحدهم وقال الجميع أن قومنا في ضلال مبين وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله انظروا إلى العزلة لما الإنسان مقادر يغير قومه مقادر يغير مجتمعه وخايف على نفسه أنه ينفتن في هذه البيئة يعتزل أول شيء يحاول يغير شيء ثان يثبت على دينه خاف أنه لا يستطيع أن يبقى على دينه وربما يتأثر يعتزل وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله طيب يا رب وين الروح فأو إلى الكهف هناك في ناحية القرية والمدينة جبل الجبل فيه كهف نترك القصر نترك الفرش نترك الحرير نترك النعيم نترك بيوتنا الجميلة نترك حياتنا السعيدة نترك كل هذه النعمة عشان نجلس فيه كهف نعم شفتوا